بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على السيد المرسلين أولا نرحب بكم جميعا كصحافة مغربية محترفة في مجالها تاني السيد تجني يعتادر عن تأخير في الحضور وربما سيتحق بنا من ضرب وربما إكرهات في الطريق تالتا أعدات دوا كان في إطار الحق في المعلومات بالنسبة للمجتمع سيما أن ما راجى داخل المجتمع هزى في أكثير إن لم أقل كل المجتمع بجميع طيافه وشرائحه بإكمالها سواء المتعلمون أو غير المتعلمون المتديون أو غير المتديون سياسيين وغير السياسيين والتخلق واحد الجدل الواسع أعتقد أن الأمر مهم لأن حان الوقت لمناقشة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تمس الأمن الأخلاقي داخل المجتمع الذي يجب أن ننظر إلى به الاعتبار نعم نبحث عن الأمن والطمئة داخل المجتمع الأمن الاقتصادي عن أمن في جميع صوره ولكن لا يجب أن أن الأمن الأخلاقي مهم إن كما قال الشاهد إنما الأمم أخلاقها وليس أشياء أخرى اعتبارنا السيتجيني وصحفي مهني قام بما يجب أن يقوم به باعتبار ما وقع مثل المجتمع ومثل الكيال الأخلاقي والكيال الإسلامي للدولة والتقافة الرائجة داخل المجتمع ولا أعتقد أن أحد مننا قبل بذلك بل ربما هناك إجماع على أن الكل يرفض ما وقع كلما في أمره هناك بعض الأشخاص أرادوا أن يبرروا لأسباب متعددة ما وقع لنفي المسؤولية عن أشخاص آخرين في هذا العطار باعتبار أن الصحف تجي لي وصحفي مهني وأن ما وقع له ليس كشخص عادي وإنما كصحفي مهني يمكنه أن يقع لي أي شخص إن كان باعتباره صحفي مهني ما وقع يمس المجتمع والصحفة كما يقص الترابعة تهتم بكل شيء بما فيها الأخلاق داخل المجتمع طبعا تعلمون أن المغرب دولة إسلامية وأن وزارة الأوقاف الشهول الإسلامية وأن منظومة التربوية كلها في المغرب تسعى إلى طربية ناشئة وعلى أحسن وجه ثم تعطيهم القدوة الحسنة وليس القدوة السيئة لأنها في علوم التربية هناك النماذج هي وسيلة للتربية في هذا إطار بمثل أن الستجيني تدخل وأعتقد أن الكل استنكر الأمر وأوضح من المسؤول سياسيين مهنيين إخلاقيين كان أمر عادي سوف يطرحون نقاش داخل المجتمع أما وأن تجيني تعرض لتهديد شخصي هذا شيء آخر لماذا لأنه قام بعمل مهني محترف من باب الغير الوطن الإسلام الأخلاق داخل المجتمع مما راجع وتصرب إلى داخل الأصار وما أطر على الشباب والمراهقين والإحداث وغيرهم وهذا فيها كتكون سهلة تأتيهم فهذا المجر قم دوره فإذا بك الجزاء أخطر هو أنه هدده في حياته وأنه سوف يقع ما يقع له في بلجيكا وأنه لا يعتبر تأديد معنى أنه هذا واقع ثم أشياء أخرى سوف أضح لكم ما قام به ست جني قام بتصرف حضارة حينما قام بدوره كان رض الفعل يشكل جرائم ماذا كان يجيب عليه الفعل تصرف الحضارة هو أن يرجع إلى القضاء وأن كل مننا الحق في اللجوء القضاء العدال الخاصة مهزوره ممنوعه فتصور أنه طوطو قال كلام لأخر يقول له كلام تحفل الجريمة نفس المشكل كان قام ناقص حقوق بأيدنا وهذا شيء ممنوع كل ما اعتبر نفسه متضرر عن يرجع القضاء اعتبر نفسه ضحية جريمة أو جرائم متعددة لجاء القضاء وهو تصرف أعتقد في قمة الحضارة وأن القضاء سوف يقول كلمته هل ما قام به يعتبر فعن مباح أم أنه غير مباح واللجوء القضاء حق ما قام به هذا الشخص فاهب كلام بالعسف في منصة ربما رسميا وفي مهرجان مدعم من طرف وزارة معينة بلو معدة كلام ساقط أنا سحي ذكره هل هذا الكلام مقبول أم جائز أم فعلا مباح داخل المجتمع لما سي تجيني شاف قريك أو تخصم باللغع الجرائم كلها اللي رتكب على جسيد الكلام الفاحش الذي قاله وراكلم في الشيكية ثم قاله بنوع من تحدي والاستهتار ضار بعرض حائط الأخلاق العام والأخلاق الحميدة وكل شي يعني أنا أرتكب الجريمة بتحدي وبينشواتي للأسف للأسف هذا يشكل جنحة الإخلال بحياة علانية إن الإخلال بحياة علانية في إما الإخلال بحياة العين كموقع ديكستيدا اليوتيوبر اللي قامت بحت تصرف المتقنى أو الإخلال بحياة الأدن لما أنا نقول نقول كلام واحد شخص تكذا وكذا 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 خد يشكل بنسبة إلي قد ولكن أنت يشكل إخلال بحياة العلانية إنه بحياة الأدن وقد تكون أنت وفرد أسرة لأن عبر وصائل التواصل الجماعي أعتقد الكلام كل دخل للأسف وهنا الكاريتة هذا إخلال العلانية عدد من الدول وفي المغرب وفي غيرها كلهم يجرمون الإخلال بالحياة العلانية سواء حياة العين أو حياة الأدن نقول ما تدارب 188 من قانون طيف العقل 13 سنة أشياء أخرى سوف يتم ترتيبها ثانيا الأخطر من هذا هو أن في ندوات صحفية عقد على إطري ما قام به قال لهم أنا كاس هيك المخديرات والكحول وهذا أمر طبيعي والحشيش مجد المغرب أي مكان ومن بعد وكيبال لك يكمل حشيش هذا هو أن يشكل إقرار ما نقول حال تلبوس قائمة تلبوس إكتروني باستهلاك المخدير والأخطر من هذا أنك تستهلك مخدير لوحديك أما كان مشكل المادة ونظهر باستهلاك المخديرات بمعنها هذه جريمة لإخلال جريمة استهلاك المخديرات جريمة هل وسأ لابدنا التطبيع مع الجراء ميلاد عدد فإما النقص يحطر القانون أسمة عبارات الأمة أو أن جميع المواطني سواسية مغنية أو غير مغنية أمام القانون تستهلك المخديرات كيف مكان يجبوا يطبق على القانون يزداد الأمر خطورة طبق المادة ربعة عام داعي ربعة وسبعين اللي عطتنا واحد مشاركة من نوعين خاص شكرا تقول هذي المادة تنص بيصرفي النظر على المشاركة تعمية تسعة وشرين منحرضة بأي وسيلة من الوسائل على ارتكاب الجرائم سعليها فيها ظاهر الشريف سواء كان تحرير مفعول أو غير مفعول هذي كميان عمام رأي العام وموج الحشيش والطبيع ونكميته في واحد النوع من تحرير الشباب سيهم المراهقين وما الخطر عندك الشباب والمراهقين اللي ممكن يتعطروا كتر ربعة من الناس المسنين واللي محسنين ما يتعطروا ولكن الشباب سيكون عندهم تأثير ووقع أكثر كيقولك المجدرع هو اللي لم يقع أي تأثير الفعل يعتبر جريمة لماذا كما قاد جامعيك الآن وبعد دول هو نوع من التحريط عن جريمة عن رتكابية وتطبيعي معها وكتعلم المخدرات مخدرات كلها مصنفة جرائم ضد الصحة العامة جرائم ضد الصحة العامة أطار المخدرات خطيرة ما يقع الآن من جرائم مرتفة عن سبت المعتقرين أغذب تحتى تأثير المخدر حاودي تسير جرائم القتل وغيرها من جرائم الخطيرة تحتى تأثير المخدر الناس اللي يفقدوا قلهم مبقاة الصحة العقلية ويخربوا الصحة العقلية نحن غيكرون الصحة الجسدية نضرنا القيام فإذا بالصحة العقلية الشباب ذكور وإنة وغير وحد شباب اللي هما غد يكون غدا المواطنين اللي غير جرروا المجتمع ويتقدموا بها نخربهم إذا بعض الدول عقبة المخدرات بالإعدام بعض الدول عقبة المدد بعشرين عام إنها تخرب الصحة العامة كتر ما ك نحن نقول السكعاني بين منوع السيد كيتار في الفيديو داير ويتقرع ويسكي ويشترب كأن أمر عادي لا حراج في ذلك هذا في نوع من تطبيع متجاة طب عدد الدول جرمت بعض أفعال بدول جرمت مثلا تصور إنه مثلا العشاة بالإرهاب جريمة واحد درجم لشي واحد قطع راسو يقول لدي جريمة إنه فيه نوع الإشادة التبرين والتمجيد حين ما تمجيد ارتكاب المخدلات فهذا أمر غير مقبول تستهلك أنت المخدلات وتشجع الناس على استهلاك المخدلات ولا سيما اللي كان يفدك الميرجان هم الشباب والقاصرين والمراهخين وهذا أمر في قمة الخطورة إذا جعل المد داربع وخمسين مدوانة الأسرة تحمي الصحة وتتبت الهوية واتخذ التدابير لازمة المحافظة عن النمو الطبيعي وتوجد الدين والتربية والسلوك والإقلاق وغيرها 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 ومدوانة المحافظة من المحافظة أو من المحافظة من باب الغير على هذه المؤسسات قام ست جيني بتصرف اعتقد أن لا أحد ينازع فيه الغرض كان هو إما اعتدار وفي جميع حوال وضع حد لهذه التصرفات لأن هؤلاء هذا النوع أنا ما أقول لكم هل غناء هذا النوع معروف أن هذا الناس المجتمع بهذه التصرفات فرنسا كانوا معتقلين عشراء في المغرب الآن كانوا معتقلين عندنا عندنا ربهم اللي كانوا دلوا شيء قوى لأن تقبوا جرائم اعتقدوا في طرغون سميها وغنيا فهي في حقيقة في مضمونها جرائم فممكنش أن تحتغي طائل فن تبقى السؤال وش هو فن هل فن يمكن أن يكون الفن تجيع الإجرام فن هذا هو السؤال إحنا زربنا وصمينا فن فن إذا كان شيء حاجة عند التعارف موجودة فن راقي في الجلال التربية وش في الذي يطبعه مع الجريمة يسمى فن هالعمل أو الأقوال التي يواكبها صخاب الموسيقي أو إيقاع الموسيقي تسمى فن ونحن نطبعه مع الجرائم علمنا نقول بأن القانون هو أسماء عبارات الأمة وعلى الجامعة المتاتلة ويطبق على الجامعة فكيف لنا لشخص يستيلك المخدرات لبطة وجهة ورطة وأن شخص يستيلكها علنا وينتشي بذلك ولا تبقى عنه القانون وهو أمر غير مقمول دار صريحات ونقش وطرح سيلا من المسؤول أنش الملعب كيف تصرف هذا المجال كان أمور خرق ستكون موضع تقافة واتمام لأنش تخلصوا هذا الناس ملعب وهم يخربون الأخلاق وغيرهم أمور ستكون أمور ونسر على موقع التواصل الاجتماعي ونسر على موقع التواصل الاجتماعي وقال قال له قال له انت بين بيوعة ستجيني قال له وعندما التقت بك في بلجيكا لا يمكنك أن تفهم لي غدا يقعدك وقال له قال له وقل له سيد اللي يحطك يبدل لك الدفز ونشر ونشر إلى الصف وأنها هو السبوء أخبرتك أن بلجيكة هي عبارة عن بيت كوزينة إذا لم تطلب السمح أرسميه سوف أرسميك أخبرتك بجرائم أخبرتك بجرائم أعتقد أن تقوم بعمل المشاهدة في العالم الكامل في الأفلاق بورنوية هل هذا يعتبر في المباحث؟ وش المعيار هو نسبة المشاهدة؟ اللي عنده حسرة جريمة، اللي عنده ربعمية، ربعين مليون ما جي جريمة، لأنه عنده ربعين هذا هو المعيار، هذا معيار خاطئ العكس أن هذا الشيء الذي يخرب وخلاق المجتمع وبدأ ينتشره لأن مشكلة ظاهرة لابد من تصدق إليها وليس تبريرها أو تبرير الجرائم يدقو البلجية، وقلوا بأن هذا ليس تهديد، لأن هذا ليس تهديد، لأن هذا ليس تهديد ومعني أصدق المباحث تهديد، ومعلق على شرط الناس 40-29 من قانون جيناي هذا الجرائم ملتقاً، اذا كان محقوق يجعل المحامل اي انسان محقق للقضاء ومحقق للجعل المحامي اي شخص تاتوته من يغي يمشي القضاء او شدعوه يمشي يجعل القضاء إنما الي كي يتفصلوا المجالاتنا ماذا؟ اذا مجال انتحدث ب nuevo تتعلم ماذا تعني تقول أنه هي نسبك اللي يعتبر ان يجعله يجعله يحجلي ما يمشي القضاء كانت في هذا الإطار قضاء المغربي وعكس على القضاء المغربي يبقي لك أنا الاتقل كاملة في القضاء المغربي يمكنه كله إدريك بلجكة لا ، أنا عندي اتقل كاملة سيد مغربي وأنا مغربي وخديف المغرب أنا أتقل في القضاء المغربي ومسي المغربية لذلك الجهت النقبة الوطني للصحافة المغربية تشتغل تباين تضامني إنما وقع الجنماشية تجي لك شخص وإنما كصحفي مهني أثناء مزاوة المهامين عدد من الأشخاص الذين ضمنوا معه وصرحوا وغيرهم جميع الدول عند هذه المشكلة المشغل إحنا فرنسا هم اعتقلوا الرابر اللي نسمى ميستريو على أساس هو نصر تدوين على موقع التواصل الاجتماعي يشهر فيها أحد أهم مواقع بيع المخدرات في مدينة باريس في المغرب عندنا جامايكا صدرت قرار عدول جامايكا صدرت قرار كتقول فيه منعت العاغاني لأعمال الموسيقية والتلفزيونية التي تعتبر تمجيداً أو تشجيعاً على الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات وما عندهم يحملون السلاح كالي المدرية الكبيرة موراة يبقى يغني وحمل السلاح وعتبر محتوية تحريضية يعتبر تطبيعاً مع الجريمة وهذا في علم الضحايا حينما تطبيع مع الجريمة يعني يصبحوا الفعل الجرمي في العادي لما سوف يتكرر ولا تكرر الجريمة ترتفع نسبة الجريمة ويرتفعوا عدد الضحايا مع ذلك وهو الشيء غير المقبول لأنه سيكون لديكم ضحايا فرنسا تايا سترتش دول في أفريقيا وغيرها اللي عقبوا عدد من الارابير نبقى السؤال وش هذا يعتبر فن ولا تجاوزنا وقلنا فن هل الفن يمكن أن يتضمن كلماً ساقطاً ويشكل جرائماً وتجيعنا على الجريمة والتباهي بالجريمة لا أعتقد أن أحد مننا سوف يقبل هذا ننجحنا القضاء القضاء سيكون كلمته سوف يدردفاع دياله ونقشه بكل الحضارة بدون عنف ولا انتقام الهمجير القديمة أبداً أنا كنت أشوف راسي عندي الصح قضاء اللي سوف يفصل بيننا القوله القضاء يدردفاع ونقشه ونزرحه إلا قالنا هذه الأفعال مباحة وهذا مكالم مباحة فبهو نعمة قلناً لا سوف نقشه وضو حد لها ونقشه وضو حد لها ونقشه وضو حد لها ونقشه وضو حد لها في بدايتها قبل ما استفحل الأمر اليوم الكلام يجب كلام آخر وهكذا دولك أعتقد أن الأمر واضح لا تنسوا اشتابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس بشكل جديد اشتركوا في الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي